السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بحضراتكم معايا ربكم وكلكم في صحة وسعادة وسلام هنبدأ نشتغل إن شاء الله نقص السيري الهندي بكنور واحد إحنا الحلقة اللي فاتت الصينة اللي بكنورين وقلنا برضو شوية تفاصيل كده عنه برضو الفيديو ده هنتكلم عن السيري اللي هو بكنور واحد وإن مميزاته وهنشوف مع بعض هنقصه إزاي بالنسبة للسيري الكناريين إحنا قلنا إن هو بيبقى خف من ده الكنار واحد بيبقى محمل زي ما حضراتكم شايفين كده الكنار بتاعه محمل وتقيل كمان فيه رسومات كتير كمان هو بنستخدمه بنستخدم التلاتة متر كلهم على أساس إن إحنا بنعمل الكورنيش بنعمل بنحط على كاس المخدات بنحط على الخدديات ممكن نعمل كورنيش للخددية كل ده بنستخدم فيه حوالي تلاتة متر أو تلاتة متر ونص أو اربعة متر على حسب ما إحنا عايزين بيبقى التقم ومكلف شوية بس بصراحة بيبقى أجمل من اللي بيتعمل بكناريين لإن بكناريين إحنا يدوب بناخد من الجنبين كورنيشين والجزء اللي في النص بنعمله للخدديات ما بيبقاش فيه ولا فيونكات ولا كرنيش لو حبنا نزود له كرنيش بنزود القماش أو بنجيب اللي هو الطل وكده لكن بالنسبة لده أنا بالتلاتة متر دول ممكن أشتغل بيهم أعمل طقم كامل وعمل له فيونكات وعمل له كل حاجة بتلاتة متر صحيح هيبقى الكورنيش مش مكاشكش قوي لو الكورنيش عايزينهم كاشكش قوي بنستخدم أربعة متر طيب هنعمل إيه دلوقتي أول حاجة بعملها لو أنا عايزة أعمل كورنيشين فوق بعض زي موديل أنا كنت عملته أحمر على القناة باخد ستين سانتي وبقسمهم تلاتين وتلاتين وبعملهم كورنيش أنا هعمل ده كورنيش واحد طيب أنا بعمل إيه أول حاجة بجيب معايا القماش الأول من ناحية الكنار بالطريقة دي كده وبقيس خمسين سانتي إحنا دايماً بنحتاج الكورنيش للملاية خمسين سانتي بقيس خمسين سانتي وبشوف هما هيجوا لحد فين خمسين سانتي الخمسين سانتي جات بعد الوردة دي إحنا عندنا وردة أهي لما بقيس الخمسين سانتي كده أهو بصوا حضراتكم صباعي فين أهو هنا كده بعد الوردة مباشرة بحوالي سانتي أهو خمسين سانتي تمام؟ يبقى أنا بخلي العلامة بتاعتي الوردة دي لو مش هتعرفي تعملي كده امسكي مصطرة واعلمي بيها أو مارك أو كده تمام؟ لو هتعرف تزبطي إيدك زي ما أنا هعمل دلوقتي أنا عندي العلامة بعد الخمسين سانتي بعد الجزء ده بحوالي سانتي واحد هبدأ أقص كده بسم الله أو باخد سانتي واحد كده وأبدأ أقص بسم الله كده وأقص القماش للآخر هاقصه وبعدين نشوف هنعمل إيه من ناحية التاني كده أنا قصيت خمسين سانتي بقيت معي الكنيش بتاع الملاية طيب في بنات بتبقى عايزة تعمل المنظر ده كده الشكل بتاع الكنار الجميل ده في بنات بتبقى عايزة تعمله على الخددية لو إحنا عايزين نعمله على الخددية لو أنا عايزة أعمله كده ويبقى جاي بالجنب كده على الخددية بأخد عرض الخددية يعني بس بزود حوالي متر بدل ما بجيب تلاتة متر بجيب أربعة متر وبيأخد الخددية خمسة وخمسين سانتي وخمسة وخمسين سانتي للخددية واللي بيتبقى معي بعمله هو كونيش طيب لو عايزة أعمله على الخددية بالعرض يعني لو معي الخددية كده بالعرض 75 سنتي بزود متر ونص يبقى انا بعدل ما احتاج 3 متر احتاج 4 متر ونص ده لو انا عايز اعمل الشكل ده على الخددية لكن بالطريقة اللي انا قصتها دي وان انا اجيب 3 متر بس 3 متر يدوب هيكفه ان انا اعمل بس الكنار يدوب للملاية وهاخد من باقي القماش اللي بتبقي معايا ده هاخد منه الخدديات وهاخد منه لو عايز اعمل على كياس المخدات او عايز اعمل الكرانيش هو مش هيكفي على فكرة 3 متر ان هما يعملوا لي كرانيش ويعملوا لي على كيس المخد ده دول مش هيستحملوا الكلام ده مش هيكفهم طيب انا عندي الرسمة هنا من الناحية التانية عريضة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي فانا بدلا ما حطي جلون او كذا هستغل الجزء ده كده في ان انا اعمله اقصه وحطه على حرف الملاية باجي كده بسيب حوالي سنتي او نص سنتي ايمت ما انا هيجي اركب ده ايمت ما انا هتني بس كده الجزء ده كده عشان بس ما ينسلش معايا بس فانا بسيب جزء صغير كده عشان بقتني عليه وبعدين بقصه بقص الشريط ده عشان نركبه على الملاية اهو يا دو الجزء صغير كده عشان اعمله على الملاية اهو بص حضراتكم كده اهو جزء صغير كده بتنيه كده بالشكل ده عشان يبقى معايا الجزء ده اللي انا هعمله على الملاية تمام طيب اه بعد مقصة الشريط بالطريقة دي كده اه ده اللي انا هحطه على اه الملاية معايا اه طيب هيتبقى معايا الجزء ده طيب نقيس الجزء ده نشوفه قد ايه عرضه قد ايه احنا اتفقنا ان كل الساري بيبقى عرضه متر واربعين احنا اللي اخدناه كده بتبقى معايا حوالي واحد وثمانين سنتي تمام واحد وثمانين سنتي انا عايز اعمل ايه كده انا هيخد الاول اه على قد الخددية خمسة وخمسين سنتي واشوف اللي هيتبقى معايا لو انا اخدت كده الخددية خمسة وخمسين سنتي هيتبقى معايا حوالي 27 سنتي يبقى انا باياخد 55 سنتي للخددية واللي هيتبقى معايا 27 سنتي دول اللي انا ممكن اقسمهم على 3 واعمل بيهم كورنيشة للخدديات او اسبهم زي ما هم كده واتنيهم كده واعمل بيهم فيهم كات يبقى انت في ايديك حاجة من اتنين يا ام تستغلي الجزء ده بانك تعملي فيهم كات وتبقى الخددية من غير كورنيش يا اما تغديهم وتعملي كورنيش ويبقى مش هيبقى فيه فيه ونكات طيب هعمل ايه بعد ما هقص الجزء بتاع 55 سنتي دول هاخد منهم متر ونص اعمل بيهم الخدديتين واللي هيفيد لو انا عايز اعمل على المخدات هعمل طيب هنبدأ نشوف كده احنا هنقص 55 سنتي ازاي اهو برضو بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها كده انا بعلم وبشوف هتيجي لحد اي وردة فيهم دي اسخل طريقة احنا ممكن نعمل بيها نقص بيها السيلي هشوف كده اهو بسم الله هشوف 55 سنتي جايين معايا لحد فين 55 سنتي جايين معايا لحد نهاية الوردة دي بالزبط لحد نهاية الوردة دي بالزبط 55 سنتي تمام طيب اهو زي ما بقول لحضراتكم كده اسهل طريقة اعمل بيها اقص بيها الساري ان انا اناقي الوردة اشوف الوردة اشوف الجزء اللي انا هاخده لو جاي من نص الوردة يبقى انا هقص من نص الوردة بالزبط تمام جاي مثلا هنا بعد الوردة بسبوع بعد الوردة بسبوعين بعد الوردة باربع سوق انا المهم ان انا بقيس كده وامشي اه بخلي الاياز بتاعي العلامة بتاعته الوردة ومكان الوردة اللي بتبقى معمولة ده اسهل طريقة مش هتعرف تعملي الكلام ده علمي بمارك كده وقصي او بقلم وقصي او انا هقصي كده هيطلع معايا الشريط ده يا اما اعمله كرانيش للخدادية يا اما اعمله فيه مكات يا اما مش عايزة تعملي ده ولا ده بتكتفي بكده ودي بتفضل شريطها عندك انا بالنسبة لي بصراحة الشرايط اللي بتتبقى معايا دي بنستغلها بان احنا بنعمل توك للبنات الصغيرين بيها بتبقى جميلة جدا برضو كده اهو وبعدين هنشوف هنعمل الخدادية هنقص 150 الشريط ده على فكرة ما طلعش 27 زي ما كنا بنقول هو اقل هنشوف كده اه حوالي 23 بس تمام؟ 23 يبقى انا هعملهم كده على 3 بالطريقة دي كده هيبقى معايا شريط طوله 3 متر 3 شرايت لو انا عملتها على 3 كده اهو لو عملتها على 3 هيبقى كنش صغير اه حوالي نشوف كده حوالي 7 سنتي تمام؟ هاقصه على 3 هيبقى معايا 3 شرايت في 3 متر بتسعة متر دول هيدوني القرانيش بتاعة الخدادية او بمسكها اعملها زي ما قلت لحضراتكو كده بعملها كده وعملها اه زي فيونكا بتتحط على الملاية او الخدديات طيب هيتبقى معايا الجزء ده كده اللي احنا قطعناه 55 سنتي اهو الشريط ده كده 55 سنتي هقيس منه متر ونص عشان اعمل الخدديات هقيس 75 سنتي وكمان 75 سنتي تلعو معايا كده والشين الخددية ويتبقى معايا الجزء ده هعمله اه لأكياس المخدات اه شريط كده على أكياس المخدات احيانا تاني بعمل حاجة تانية بمسك الشريط ده اقسمه نصين الشريط ده كده بقسمه نصين كده بالطريقة دي باخد جزء فيهم اخليه على عرضه كده يعني من غير كشكشة من غير حاجة كده واركبه على وش الخددية وبعدين بمسك الشريط التاني طبعا بيبقى زيادة بقسمه نصين وبعدين اعمله زي كورنيش على حرفه على حرف ده اعمل الجزء التاني زي كورنيش ودي بتبقى الموديل بتاع الخددية اللي هي مكشكشة من ناحية يعني نصها سادة ونصها مكشكش انا هحاول ان شاء الله لما حضر بس القماش بتاع الطاقم ده هحاول ان شاء الله ان انا اعمله معاكم ننفذه معاكم عشان تشوفوا الطاقم هيطلع على الطبيعة في الاخر ازاي تمام اتمنى يكون الدرس مفيد بالنسبة لكم وكونوا استفدتوا لو عندكم اي اسئلة اكتبوها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله ان شاء الله اجاوبكم عليها بتمنى لكم جميعنا التوفيق اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته